اهلا بكم يوم جديد ستوديو رياضة من تليفزيون اليوم السابع نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد المغربي الاهلي على موعد مع كتابة التاريخ اليوم في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء قبلنا نتكلم اهلا معنا تشكيل اللي لسه نازل من دقايق طبعا لازم ارحب بزميلي وصديقي العزيز احمد عصام اهلا بك حبيبا جابتنا اهلا بك واهلا بكل متابعات البيضاء السابع الله يتعليك احمد التشكيل نادي اهلي طبعا نزل كل تشكيل هو تشكيل من بره الاولى باختلاف بس سن طبعا مصطفى شبير قراج وطبعا عودة محمد الشنوي بعد تعافيه من الاصابة التشكيل هو هو التقليدي علي معلول في الشمال محمد هاني عبد المنعم ياسر ابراهيم نص ملعب السلاسي ديانج احمد فاتحي مروان عطية اه اه تاو كهربا وحسين الشحات ده اه التشكيل زعنادي اهلي اكا عزين تعرفنا برضو اه اه فاندن براك كان مدير الفني اه للوداد المغربي خرج مين من التشكيل اه من اه المباراة اه النهاردة ومين اللي دخل اه جديد في تشكيل الوداد وممكن يكون اه اه اضافة خوية لتشكيل الوداد نهاردة يعني هو الراجل النهاردة بيبتدي تقريبا بيكمل بقى الشوت الاولاني اللي طلعب في القاهرة بنعتبر موتش الزهاب شوت اول الشوت الاولاني كان انتهى بان النادي الاهلي كسب اثنين واحد والوداد بيسجل هدف متأخر بعد ما كان فيه يعني جرأة هجومية في نهاية المباراة وقدر الوداد يحقق اللي هو عايزه من اللقاء ان هو يقرج بهدف على الاقل بصرف النظر عن النادي الاهلي سجل هدفين لكن الوداد بالنسبة له مسجل هدف مباراة الزهاب فالدنيا بالنسبة له هتكون اريح بكتير في مباراة العودة التشكيل اللي ختم به تقريبا بيبتدي بالنهاردة خدد بيشوت ثاني في موتش الاهلي اه كان فيه كسافة هجومية وكان فيه اعداد هجومية والناجم شايفينه بيبدأ النهاردة المباراة من بدايتها بدء في التشكيل الاساسي هلعب على علي معلوم اه هلعب على محمد هاي زي ما ختمنا المباراة الزهاب اللي كانت في القاهرة بنبتدي النهاردة مباراة العودة لكن خلينا نتكلم الاول على حضور الجماهيري الكبير دعم كما تنفتح في الملعب ده حضور الجماهيري الكبير خاصة في المباراة الكبيرة مباراة النهائي السنة اللي فاتت يعني هي مختلفة ان شاء الله عن مباراة النهاردة لكن حضور الجماهيري والتشجيع بطرق مختلفة عن اللي موجودة هنا الادوات اللي موجودة في الملعب زي ايه يعني عايز اقولك كنا موجودين كنت موجود انا في الملعب المباراة السنة اللي فاتت الشماليخ فيه قنابل صوت كده بتدرق اه حاجة صوت اللي التاني تبقى بعد كده مرة احنا هتلاقي ايه بتحصل الجمهور نفسه بيرد على بعضه يعني في ثلاثة اماكن متفرقة في الملعب بيغنوا اغنية التلاثة بيردوا على بعض المغرجات بردوا على بعض بيهز لتأثير كبير لكن شفنا خلينا برضو نشوف جمهور النادي الاهلي هو موجود باعداد مقبولة جدا في دار البيضاء كان فيه مسئلات قبل بداية المباراة الناس متفألة الناس مبسوطة الاشقاء المغربة الحقيقة يعني استقلال في التذاكر جمهور الاهلي ولا كانت امورك كانت مستقرة الحمد لله قبل مباراة الزهاب اصلا في القاهرة طلعت كلام ان التأشيرات بتاعت جمهور الاهلي اللي هتروح مباراة العودة هتتسلم تاني يوم المباراة كان مدينهم لكن تسئلات كبيرة جدا شايفين اهو قدامنا جمهور النادي الاهلي في شوارع الدار البيضاء وعايز اقولك الناس هناك يعني الاشقاء المغربة حاجة في منطق الاحترام جمهور الوداد جمهور محترم وراقي ان شاء الله النهاردة المباراة ساسي النهاردة ما روش يدخلوه بن شارقي دخل واعدين ساسي وقفوه على الباب واعدين بن شارقي عادي يشعر له اللي هم ده معايا اللي هم ده معايا طبعا فرجاني ساسي وقفوه بن شارقي قدامنا بعد ما دخل من الباب كان ساسي في ظهره بعد كده ساسي معايا يعني طبيعا بن شارقي لعب الوداد السابق وراجل يعني في بلده بقى وفي وسط جماهيره طبيعي يدخل بسهولة انما اللي مش طبيعيه ساسي يعني ساسي جايه بتفرج على المباراة مع صاحبه ويعني ما دخلش بسهولة لكن بعد كده اللي هم نتدخل بن شارقي جامد هناك على الباب على الباب لكن تمام ان شاء الله من نهارده يعني نشوف مباراة كبيرة بس مش خمسة اربعة انا نولس نفس المباراة تخلص خمسة اربعة للوداد مش مشكلة بس الأهلي ياخد البطولة السيناريوهات النتائج الأهلي لأي تعادل يوصل للأهلي ايه تاني من السيناريوهات وطبع النفوذ الأهلي وان شاء الله ممكن يوصلوا ايه السيناريوهات تاني يعني اربعة تاني توصل الأهلي ثلاثة اتنين توصل ايه فرد يوصل البطولة ان شاء الله الأهلي يوصل زي ما قلتلك كده يعني توقعاتي ان شاء الله خمسة اربعة للوداد وسجلنا والأهلي ان شاء الله وطبع النفوذ يعني زي ما قلنا اي فرد هدف غير واحد سفر النادي الأهلي ان شاء الله يتأهل غير كمان اتنين واحد نلعب اكس وطايم اكس وطايم اكس وطايم يعني هيبقى تعادل نفس نتيجة الزهاب وان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله خمسة اربعة للوداد طب أصام شايف ليه كولر النهاردة ما عملش اي تغييب نفس السكواد اللي ابتدى بيه مرات استاد القاهرة المتاعت اتنين واحد صلاح نادي الأهلي هو هو بالضبط حتى طريقة اللعب هل هتختلف ولا ممكن يعني يبقى فيه حاجة النهاردة يعني مفاجئناش بحاجة كولر في التشكيل غير بس الحامل الشناو يعني هم مش مطالب يفاجئنا النهاردة خالص راجل كذبان مباراة الزهاب عامل مباراة كتير طلع الصلاية هيبتدي وكهربا هيقعد احنا عندنا اسبوع كان من من مطش الحد اللي فات اللي النهاردة اسبوع كنا كل حاجة كلام عن المباراة وعن التشكيل وعن الشناو كان اهمها دي الكل اجمع كهربا هيقعد وفيرس فتاو يلعب مهاجم وعمر صلاية في نص ملعب وحمد فاتح قدام ياسر ابراهيم ومنعم كتل صعب يحصل الارتبات بالشكل ده في مباراة الهائية صعب او ان هو يعمل اي تغيير من خمس تيام هبقى صعب وكمان هتبقى الرسالة اللي بتوصل ليه لعبت الودان انا مغير التشكيل مقعد هتدفل بطول على الدكة بلعب بتحفز كبير في نص الملعب انا جاي خايف انا جاي عايزة عادل لا هو النهاردة راجل شوفنا ما راح في المؤتمر الصحفي يعني ماشاء الله هو شدناوي كان فيه استفزازات كتير كان فيه محاولات اللي لو انت قد شفت المؤتمر هي اسئلة يعني اسئلة اللي هي مفروض تسق يعني احنا عندنا فيه تحفز في الاسئلة شوية من بعض الصحافيين المصريين يعني عندهم تحفز مش عايزين يسألوا اسئلة لكن هم هناك ما عندهمش تحفز بيسألوا اسئلة اللي هي عادية بس بالنسبة لنا احنا بيباني ان هي يعني بالنسبة لديل اهل يا اهل يعني مدير فني عنده ليلة مطشة هو شايف ان التركيز ان ما تكلمنيش في حاجات قديمة محمد شناوي برضو كابتن الفرقة راجع من فترة غياب وما كانش بيشارك في المؤتمر الزهاب وخسران على نفس الملعب السنة اللي فاتت فهو حاس ان الموضوع في استفزاز فكان الردود شوية هو اللي خليهن كلا انا اقول ان في استفزاز الردود بتاعة كولر والشناوي بيردوا بيقفلوا الصغرات الخصوصا السؤال بتاع علي معلول كمان انا عندي واحد اخطأ فهنا يجيجونين فهنا في اتنين اخطاء هو الراجل بالضبط هو شاف ان الموضوع محاولات ان هو يخرج برا المبراء وبرا التركيز اي كلمة هتبقى محصوبة سواء على كولر يعني برا هدوء كولر المعتاد ما هو لو النهاردة الراجل اتجر بقى اللي انت قلت مش عارف ايه وانحنا هنعمل واحنا اعظم الراجل برضو كان منطقي وكان بيرد على قد السؤال كان بيحافظ برضو على لعبته وبيدفع عنه فانا شايف ان اللي بيحصل ده كويس بالنسبة النادي الاهلي عكس السنة اللي فات لو تفتكر احنا كنا في نفس التوقيت ده مع اختلاف ان المباراة ذهابوا عودة كنا في التوقيت ده النادي الاهلي بيعلن ان هو هيكون في مؤتمر صحفي عالمي بعد المباراة النهائية الكشف كواليس الازمة تخيل انت رايح تلعب نهائي بطولة افريقيا بالسالة الثالثة على التوالي بتقول ان انا بعد المباراة ايا كانت النتيجة هطلع اتكلم عن اللي حصل دي كانت رسالة واضحة ان النادي الاهلي بقيد تماما عن التركيز النادي الاهلي مش مركز بنسبة مية في المية زي متعودين لا النهاردة انا شايف ان التركيز كانت النتيجة للعسف لا ان شاء الله ما تتكررش النهاردة متفقلين النهاردة يعني ابطال النادي الاهلي النهاردة في المواقف الصعبة دايما بيبان لعبة النادي الاهلي ولعبة مصر عامة في تحت الضغوط وتحت المغاريات اللي هي بتبقى حاسمة ان شاء الله الاهلي النهاردة قادر ان هو يرجع بكأس افريقيا المرة الحداشرة ان شاء الله يكون من نصيب الاهلي بطل مصر وافريقيا صح عسام ولا انا كده لا تمام بطل مصر وافريقيا وان شاء الله في كاس العلم للاندي يكون في السعودية ففرصة بقى ان جمهور كبير للنادي الاهلي ان شاء الله يكون موجود في كاس العلم السنة الجاية الاخر السنة دي ان شاء الله تكون طبعا كمان شوية يكون لينا القاء مع كابتن عمر الحلواني يتكلم بقى في ازاي كل رهي لعب الغراء وازاي ايضا فاندن بروك المدير الفني البلجيكي الفريق الوداد المغربي ومباراة صعبة على الطرفين نهائي الحلم بالنسبة للنادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي سننقول ان شاء الله بعد لأي تخطية اخرى مع كابتن لا كابتن الاهلي ونجمه منتخب ان شاء الله اصبح كابتن عمر الحلواني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة